نتحدث عن الوزنبك قبل أن نتحدث عن الوزنبك جميع أدوية التي تستخدم في التخصيص المادة الفعالة هي جلو طايد هذا هو الصوفيكس بريفكس يختلف سواء ليرة ، سيمة ، دولة على حسب الشركة نوفو نور ديسك ليرة جلو طايد في الساكسيندا والفكتوزا هي الفكتوزا في المادة الفعالة ثانية مادة الفعالة هي سيمة جلو طايد يوجدها 3 أجل الريبالسس الريبالسس والأوزنبك النص والربع والواحد هذا تعريبا عنوان الحلقة وبعد ذلك الوجوفي نوفو نوردسك لديها المادتين اول مادة هي الفكتوزا والساكسيندا وعندنا ثانية مادة فيها ثلاث مادة الريبالسس وتركيزاته 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 كان من سنة تقريبا لما شفت 0.75 الواحد ونص تقريبا مجوب كتير ويبيع كتير بالنسبة للثلاثة والأربعة ونص بعد ذلك عندنا المونجارو المونجارو له كم تركيز اثنين ونص وخمسة وسبعة ونص وعشرة واثنشرة ونص وخمسة وشرة له ست تركيزات كل تركيز فيهم يتم استخدامه لمدة شهر اربعة سبيع بعد ذلك من التركيز المونجارو المونجارو ويبقى سبونزر في حيات كتير فده تقريبا اعتبره افضل دوائي او الدواء اللي هيكل السوق كله وموجود في السعودية وشفت انها تقريبا اكتر من حد في مصر جابه بعد ذلك عندنا شركة أسترا زينيكا أسترا زينيكا عندها دويين اللي هو التيرا زبطايت وعندها البيت البيت اللي هو المادة الفعلة بتاعته اكسي نطايت ففيه دويين الشركة عندها دويين زي ما نوفو عندها دويين وليلي عندها دويين عندها تيرا زبطايت وقلم البيت وبعد ذلك عندنا اخر حاجة جالاكسو جالاكسو عندها تانزيام اللي هو قلبي جلوطايت فدلوقتي موضوع الحلقة ايه اوزمبيك فدلوقتي اللي بياخد الاوزمبيكتا مريض سكر ولا شخص عاوز يخس لو مريض سكر والدواء غالي بترجع للدكتور اذا كان مثلا يغارلك الدواء ويكتبلك الدواء متوافر اذا كان تخسيز وسؤال معلش هو الدكتور كتبه انت واخده من نفسك او دكتور كتبه لو واخده من نفسك ما ينفعش تخديم نفسك لو الدكتور اللي كتبه يعني معلش المؤخذة في السؤال احنا مش عارفين يعني ده اول واحد كذا حد قالك مش موجود فانت فاللي هو عادي مثلا فالدكتور ملم وحاجه زي كده مش رخيصه فالدواء موجود ولا مش موجود تمام وما ينفعش لو موجود تمام لو مش موجود برده ففي هنا مثلا حاجه رفاهية وهي التخسيس وحاجه مهم جدا وهي السكر اللي هو مثلا بياخد حوانه كده يعني اريح له بقى فعندنا مثلا فكرة اللهم اصلا على النبي جروبات الالباني فلو حدنا مثلا عنده دواء مش موجود عنده اي حاجه مثلا لوزنبيك مثلا الابات والامات عملين الالبان كلها مثلا انفاتريني كنت شوفته اي لبان موجود يعني لو انا جبت اربع علب فخلصت علبه والثلاثة مش عاوزينهم او حاولت لبان ثاني فبيرت علبه مثلا بيحلوا مشكله مع بعض فدلوقتي انا مثلا باخد دواء للتخسيس وعرف مثلا الدواء ده ناقص وعرف المريد سكر محتاجه ممكن الدهوله يعني فيه شيء يغني عن شيء فالحل مثلا نعمل تبادل مثلا الحل الوفر برايس يعني هو حل مش لطيف يعني اللي هو النسبة تاخدها وتنقصها يعني الديجنج ورا الحوار ده كبير جدا 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 اه ازاي تغلب عن الوفر برايس فالله مصالع النبي عندنا دي كانت الادوية نوفونور ديسك احنا قلنا عندها الساكسين ده والفيكتوزا اه دلين يعني اولين التاني اللي هو الاوزينبك والريبالسس والوجوفي جالاكسو عندها التنزيم ليلي عندها التوروليستي والمنجارو اللهم وصالع النبي استرعزينيكyr عندها الاسترعiz وتيرازبطيد هنا تفاصل ديراج نوع من منجارو لو أن منجاري لاسل يأخذ النبي المنجارو تيرازي بطايد يأخذ وقته wield Pero مثلاً لنقول الخمس شهور ماذا تبع верс前 لو واحد ونصف المدة سنة ونصف ممكن ده ما ياخد نصف سنة فدي الفكرة بالنسبة للوفر برايس ما تجيبش الدواء او كلم الطبيب او الطبيب اصلا الفكرة قطعة المشكلة من الاساس اول حاجة ما تاخدش دواء من نفسك تاني حاجة الدكتور المفروض يكتب دواء متواجد وخلق حلول يعني وربنا يسلح الحال يعني سواء جونت مريد سكر ربنا يشفيك يا رب شفاء كامل يا رب ما تحتاجش ايضا وخالص سواء اللي كنت تخيص يعني يا ربنا يديك الحاجة اللي انت عايزها بالزبط شكرا